على هامش أشغال الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يحتضنها مجلس المستشارين، أجرى رئيس المجلس سيد النعمة ميارا مباحثات مع رؤساء وممثلي برلمانات بالمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا الإطار أجرى السيد ميارا مباحثات مع السيدة دانيلا ديروفيتش رئيسة برلمان الجبل الأسود، أكد خلالها الطرفان على أهمية العمل سوياً لتعميق العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات. اتفقنا على إرساء مجموعة التعاون والصداقة بين برلماني البلدين، ونتطلع للوفاء بالتزاماتنا ليس على صعيد الشراكة الدبلومانية البرلمانية فحسب، بل أيضاً على مستوى الشراكة الاقتصادية، لا سيما فيما يرتبط بالطاقة الخضراء وإدارة الموانئ والقطاع السياحي. رئيس مجلس المستشارين التقى كذلك الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى البحريني. اللقاء شكل فرصة للتذكير بتميز العلاقات بين المملكتين، والتأكيد على ضرورة تكثيف التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.